الرئيس السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الجيبوتي استمرار العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية رئيس الوزراء يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ومنظومة جديدة لتتبع أمكن تواجد الأدوية منعا لأي ممارسات احتكارية في كلمته الأولى عقب انتخابه أمينا عاما لحزب الله نعيم قاسم يبدي استعداد الحزب لوقف اطلاق النار بالشروط المناسبة التاسع مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات بين البلدين مشددين على التزامهما بتفع التعاون المشترك في مختلف الملفات وكذا مواصلة التشاور والتنسيق في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبخصوص قضايا القارة الإفريقية أكد رئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول كما تم تطرق إلى الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وسبل ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية وناقش الرئيسان كذلك تطوير التعاون بين دول القارة وفي إطار الاتحاد الإفريقي قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر قد أجرت مناقشات بناء مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفين بالعاصمة الإدارية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أوضح مدبولي أن مديرة صندوق النقد الدولي ستزور مصر الأسبوع القادم ثم يعقبها زيارة لبعثة المراجعة هو ده اللي كان سبب في حديث مرة أخرى في خامة الرئيس لما تكلم على ضرورة أن ننظر في مراجعة البرنامج اللي مع صندوق النقد الدولي علشان نستوعب المستجدات الجديدة والمتلاحقة اللي دخلت علينا يعني بعد ما كنا اتفقنا مع الصندوق على المستهدفات بتاعتنا ويمكن عشان كده أنا قلت يمكن في اللقاء السابق أن السيدة وزراء المجموعة الاقتصادية والسيد محافظة بنك المركزي سفروا واشنطن وكانوا في الإسبوع وإحنا بنتكلم الإسبوع اللي فات كانوا بالفعل بدأوا الإسبوع الاجتماعات السنوية والحقيقة يمكن الشيء المهم جدا لحضراتكم أحابب أن أقولوا أن حصلت مناقشات بناءة مع فريق بتاع الصندوق بالكامل طوال مدة الإسبوع إن شاء الله الإسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من السيدة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق علشان أن نبدأ معهم إجراءات المراجعة الرابعة إن شاء الله للبرنامج بتاعنا مع الصندوق النقد كما أكد مدبولي أنه لا يوجد أي نقص في احتياطي السلعي الاستراتيجية مشيرا إلى منظمة جديدة لتتبع المنتجات الدوائية منعا لأي ممارسات احتكارية بطمن كل المواطنين على الاحتياط الاستراتيجي من السلع الحمد لله إحنا الاحتياطيات بتاعتنا آمنة جدا عندنا كم جيد جدا من السلع الأساسية عندنا الحمد لله ما فيش أي نقص في السلع الاستراتيجية وزي ما تبعتم مع حضراتكم معنا الحمد لله أيضا في قطاع الأدوية النهاردة إحنا عبرنا الأزمة اللي كانت في فترة ما والنهاردة كل الأدوية الأساسية بالكامل متوفرة بالكامل وبأكد على هذا الموضوع وشغالين مع كل شركات التصنيع إنها كمان بتحط المخزون الاستراتيجي بتاعها لست شهور قدام والأهم يمكن مع السيد رئيس هيئة الدواء هيبقى في منظومة جديدة لتتبع أماكن الأدوية تبقى فين من خلال البر كودز يبقى عارف حجم الأدوية اللي موجودة ممكن تكون مخزنة فين نبقى عارفين هذا الكلام علشان يبقى نتطمن أن ما فيش أي محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية ممكن أنها تتعامل وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشرح الأمور للمواطنين مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة منعا لترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار مشددا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق وضحض الشائعات وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة والذي ناقش عددا من الموضوعات والملفات المهمة وخلال هذا الاجتماع تناول رئيس الوزراء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس وبركس بلس مشددا على ضرورة وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعين الحكومة والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن درسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنمية العمرانية وينص الاتفاق على درسة تطوير منطقة حرة على مساعة نحو 500 فدان حيث تضم شركة موقعا جاذبا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانا على طول طريق القهر العين السخنة هذا وسيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قبل مواني دبي العالمية بتنسقي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المستهدفة في المنطقة هي الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة تتداول بالإضافة إلى الملابس والأحزياء عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسختي الثانية عشرة في الرابع من نوفمبر القادم شهد هذا الاجتماع تأكيد الاستعداد على مختلف المستويات والتنسيق بين كل الأطراف والجهات المعنية لاستضافة المنتدى وتم استعراض محاور أجندة المؤتمر حيث يشهد اليوم الأول افتتاح المنتدى وافتتاح المعرض الحضري بالإضافة إلى عدد من الفاعليات والملتقيات الجماعية والجلسات بينما يشمل اليوم الثاني انعقاد جلسة وزراء الإسكان الأفارقة وبعض الموائد المستديرة وجلسات حوارية خاصة بعدد من الملفات كما تستكمل فعليات اليومين الثالث والرابع بالجلسات الحوارية والموائد المستديرة في الملفات الأخرى التي تشملها أجندة المنتدى في حين يشهد اليوم الخامس والأخير مراسم حفل ختام المنتدى الحضري العالمي هذا وتنطلق غدا فعليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء الكلماء الرئيسية في الفعليات والتي تتضمن أجواء تفاعلية تشهد جلسات نقاشية موسعة وتنظيم فعليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية تشارك بها وفود دولية ومحلية والعديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة وتأتي إقامة فعليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية والذي ينطلق تحت شعار صنع التغير المناخي من الشباب تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية وذلك ضمن استعدادات الدولة لاستضغطة المدد الحضري العالمي تاني أكبر حدثين على أجندة الأمم المتحدة في دورته الثانية عشرة بمدينة القهرة في الرابع من نوفمبر المقبل اشتركوا في القناة أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر حريصة على تطوير مختلف المجالات مع دولة النيجر وخلال مؤتمرنا صحفي مشترك مع نظيره من النيجر بكاري ياو سانجاري بالعاصمة الإدارية شدد وزير الخارجية على دعم مصر لنيجر في مكافحة الإرهاب وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتمكين مؤسساتها من تدمير البنية التحتية للإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أود أن أسجل هنا دعم مصر الكامل لجمهورية النيجر في مكافحة الإرهاب كما تعلمون أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقي الوضع هناك غير مستقر بشكل كامل وهناك نشاط للجماعات الإرهابية ولذلك مصر تدعم كافة دول منطقة الساحل وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه المنطقة وعلى استعداد وهي تقوم بالفعل بتقديم كل المساعدات وإن كانت في مجالات المعدات أو التدريب لتمكين مؤسسات الدولة الوطنية في النيجر وفي مالي وفي بوركينا فاسو وفي أيضا الجابون لمساعدة هذه الدول على مكافحة الإرهاب وتدمير بنيته التحتية أخذ في الأتبار الخبرة المتراكمة لدى الجانب المصري في مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققناها وأكد وزير الخارجية والهجرة أنه ناقش مع ناظره من دولة النجر عددا من القضايا الدولية من بينها القضية الفلسطينية وشدد عبد العاطي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تبحثنا حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين وعلى رأسها بطبيعة الحال قضية العرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والتصعيد والعدوان في لبنان وأكدت من جانبي على أهمية الوقف الفوري لهذا العدوان وأنه لا مجال لحصول أي دولة على الأمن والاستقرار في ظل أوهام القوة وغطرست القوة وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أدنت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع على قاعدة عسكرية تشادية واقع بجزيرة بركيرم بولاية بحيرة تشاد وأصفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وذكرت وزارة الخارجية أن مصر تعرب عن كامل تضامنها وتعازيها للحكومة والشعب التشادي وأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم بتمنية الشفاء العاجل للمصابين وتؤكد مصر إدانتها لكافة الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنى واستقرار منطقة السحل في أول كلمة مسجلة له عقب توليه منصب الأمين العام لحزب الله اللبناني أكد نعيم قاسم أن الحزب قادر على الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل لأيام وأسابيع وأشهر أشار إلى أنه لا وقف لإطلاق النار إلا بشروط يقبلها حزب الله وشدد على أن الحزب سيظل متمسكا بنهج الأمين العامر الراحل حسن نصر الله في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي نحن مستمرون في التصدي للعدوان إذا قرر الإسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان نحن نقول نقبل لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية لن نستجدي وقف إطلاق النار كفين نحن مش ناطرين أد مطول وأي حل سياسي يحصل بالتفاوض غير المباشر ودعامته الأولى وقف إطلاق النار ووقف العدوان بعدين من بين رأينا بالتفاصيل أعلن حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية وتجمعات لقوات الاحتلال وآلياته بعدد من المناطق في شمال إسرائيل والمناطق المحتلة من جنوب لبنان وأعلن الحزب استهداف قاعدة طير الكرمل العسكرية جنوب حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية وأكدا أنه أصاب أهدافها بدقة كما أعلن أنه استهدف للمرة الثانية تجمعا لقوات الاحتلال عند أطراف بلدة الخيام هذا وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيرة انفجرت في مصانع لإنتاج قطع قيار جوية في المنطقة الصنعية في مستوطنة نهاريا وأعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل بسبب صاروخ أرض أرض تم عبوره من لبنان كما أعلن جيش الاحتلال اعتراض ثلاث مسيرات في منطقة الجليل الغربي أطلقت من لبنان ذكر موقع أكسيوس أكسيوس نقلا عن سلسة مصادر لم يسمها أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين أموس هوكستين وبرائت ماكارغ سيصلان إلى إسرائيل غدا لمحاولة إبرامي اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان بحسب تقرير أكسيوس من المتوقع أن يلتقي هوكستين وماغاريك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ووزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دورمر وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسبع قليلة التاسعة تتوصل مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها على وقع تحذيرات دولية من تفاقم الوضع في الأراضي المحتلة مجلس الأمن يطلب بتمكين الأونر ومن تنفيذ مهامها ويحذر من المساس بها أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق بعد اعتماد قانون حضر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في إسرائيل ودع المجلس دولة الاحتلال إلى احترام ارتزاماتها الدولية والامتيازات التي تتمتع بها أونروا والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدات في قطع غزة كما شدد المجلس على دعوة جميع الأطراف إلى سماح للأونروا بأداء مهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها قال المفاوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني قال إن تفكيك الوكالة سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية بغزة حذر لازاريني من أن انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع وندد لازاريني بالقرار الإسرائيلي الذي يقضي بحظر وكالة أونروا اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف أن قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة أكدت المنظمة الأممية أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول إلى الأطفال والعائلات المحتاجة أو تزويد المستشفيات والمركز الصحية بالطواقم الطبية والمدارس وشددت منظمة اليونساف على أن الفلسطينيين في شمال غزة بحاجة مسة إلى المساعدات المنقذة للحياة في ظل الحصار العسكري المتواصل منذ نحو شهر شكرا ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الخارجي السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة جاء ذلك خلال جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في العاصمة السعودية الرياض حيث شدد بن فرحان على التزام السعودية بحل الدولتين لافتا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك انطلاقا من أن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين يتعين علينا الآن وأكثر من أي وقت مضى تكثيف جهودنا المشتركة لإنقاذ حل الدولتين في سبيل إعادة الأمن والاستقرار وإرساء السلام في منطقتنا وضمان الأمن والسلم الدوليين ونهدف بأن تسهم اجتماعات التحالف الدولي في ترجمة الالتزام هذا إلى واقع ملموس عبر خطوات عملية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة أدت فيضانات ناجمة عن تساقط أمطار غزيرة في منطقة بالنسيا في شرق إسبانيا إلى مقتل 72 شخصا وذلك وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ الإسبانية وتسببت أمطار غزيرة ناجمة عن تحرك كتلة هوائية باردة عبر جنوب وشرق البلاد في سيول غمرت طرقا وبلدات مما دفع السلطات في المناطق الأشد تضررا إلى حث المواطنين على البقاء في ملازلهم وإلغاء جميع الرحلات غير ضرورية حذر تقرير جديد أعده مجموعة من الأطباء وخبراء الصحة ووكلات الأمم المتحدة من أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفورية يرفع درجات الحرارة إلى مستويات جديدة خطيرة كما يفاقم من مشكلة الجفاف والأمن الغذائي حذر الخبراء المشاركون في كتابة هذا التقرير أيضا من أن تغير المناخ يجعل الوضع الغذائي غير مستقر لا يزال تغير المناخ يتصدر المخاوف من إلحاق الأضرار بقطاعات حيوية في العالم المأزوم أساسا بالصراعات والأزبات والحروب مجموعة من الأطباء وخبراء الصحة أصدروا أحدث التقارير للحديث عن الأضرار المحتملة لتغير المناخ التقرير تحدث عن أن تغير المناخ الناجم عن انبعاسات الوقود الأحفورية يرفع درجات الحرارة إلى مستويات جديدة خطيرة كما يفاقم مشكلة الجفاف والأمن الغذائي فدرجات الحرارة القياسية لعام 2023 وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق تشير إلى أن الشخص العادي سيشهد خمسين يوما أكثر من درجات الحرارة الخطيرة مقارنة بما كان سيشهده لو لا تغير المناخ وهو ما يعرض كبار السن للخطر المحدق فهم الأكثر عرضة للخطر إذ وصل عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عاما في العام الماضي إلى مستوى يزيد من مقدار مائة وسبعة وستين بالماء عن عدد مثل هذه الوفيات في فترة تسعينيات القرن الماضي التقرير أيضا حذر من أن تغير المناخ يجعل الوضع الغذائي غير مستقر فبسبب تعرض ما يصل إلى ثمانية وأربعين بالماء من مساحة الأرض في العالم للظروف الجفاف الشديد في العام الماضي قال الباحثون إن نحو مائة وواحد وخمسين مليون شخص جدد سيعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لذلك مقارنة بالسنوات ما بين عامي 1981 و2010 كما أثرت الأمطار الغذيرة في العام الماضي على ما يقرب من ستين بالماء من الأراضي مما تسبب في حدوث فيضانات ورفع مخاطر تلوث المياه إضافة إلى انتشار الأمراض المعضية مخاوف جمة تضمنها التقرير الأحدث تحتم على المجتمع الدولي التحلي بالمسؤولية في مواجهة هذا الخطر الداهم الذي لا يزال يضرب في عمق القطاعات الحيوية تاركاً جرحاً غائراً في جسد التنمية المتضرر الأكبر من الوضع القائم ليؤثر بالتبعية على حياة البشر الذي يزداد عدد المتضررين منهم كل عام بشكل مضطرد أعلنت بكين رفضها فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على سيارات الكهربائية المصنعة في الصين وذلك بعد أن توصل تحقيق أوروبي إلى أن الدعم الذي تقدمه بكين لشركاتها يضر بصناعة السيارات الأوروبية وفي هذا الإطار أكدت وزارة التجارة الصينية رفض بكين للقرار الأوروبية مشيرة إلى أنها قدمت شكوى بموجب آلية تسويت النزاعات في منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن خلاف قد يرقى لحرب جمركية لا يتمنى الجميع الوصول إليها هكذا أضحى أكبر خلاف تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبكين منذ عقد من الزمان عنوانه الأكبر السيارات الكهربائية فبعد شهور من المفاوضات والاتهامات المتبادلة تبنت المفاوضية الأوروبية لائحة تفرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين باعتبار أنها تخلق منافسة غير عادلة ورغم الرفض الألماني للقرار الأوروبي قررت بروكسيل أن تضيف إلى رسوم الحالية البالغ 10% على السيارات الكهربائية الصينية رسوماً إضافية تصل إلى 35% وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ ستكون الرسوم الجمركية نهائية وتستمر لمدة خمس سنوات بداية الخلاف أو ربما أول محطات ظهوره للعلن كانت مع ارتفاع واردات أوروبا من السيارات الكهربائية الصينية الصنعة في السنوات الأخيرة مما أصار مخاوف لدى بعض منتج السيارات الكهربائية المحليين من أنهم قد يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب موجة من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة السمن وبناء عليها قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية وذلك في مواجهة ما وصفتها بالمنافسة غير النزيهة التي تقوم بها الصين بمنحها مساعدات كبيرة لشركات إنتاج السيارات الكهربائية مما يؤدي إلى خفض أسعارها بصورة مصطنعة في المقابل أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للقرار الأوروبي وصفة إياه بأنه غير عادل وغير متوافق بل وغير معقول متقدمة بشكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية كما أكدت بكينو اتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية هذا ولا تقتصر التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية حيث تحقق بروكسيل أيضاً في الدعم الصيني لصناعة الألواح الشمسية وفيما ينظر إليها على أنها خطوات انتقامية أطلقت بكين هذا العام تحقيقات في واردات المنتجات الأوروبية من الألبان واللحوم وغيرها من المنتجات ورغم رفضها القرارات الأوروبية الأخيرة إلا أن الصين ما زالت تعرب عن عدم رغبتها في المواجهة مع التكتل الأوروبي وكذلك بروكسيل التي تؤكد عزمها دائماً على إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع بكين هي إذن حرب عنوانها الصناعات الاستراتيجية بين الصين والاتحاد الأوروبي في ظل قدرة الأولى على التصنيع بتكلفة أقل وعجز التكتل عن مواكبة تلك القدرات بحسب غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين اشتركوا في القناة يوصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاميرا هاريس حجد أنصارهما قبل أيام من الانتخابات الأمريكية وتسافر كاميرا هاريس إلى ولاية كارولينا شمالية وهي إحدى الولايات المتأرجحة والتي لم تصوت للحزب الديمقراطي موز باراك أوباما في عام 2008 وفي الوقت ذاته من المقرر أن يخاطب الجمهورية دونالد ترامب أنصاره في تجامع انتخابي على بعد مئة كيلو متر من تجامع هاريس هذا وقالت كاميرا هاريس في خطب مهيب ألقته في ساحة أمام البيت الأبيض قالت أن ترامب ليس مرشحا كفاء للرئاسة وأنه يسعى للسلطة المطلقة أمام جمهور يزيد عن 75 ألف شخص بحسب فريق حملتها قالت المرشحة الديمقراطية أن الوقت قدحان لطي صفحة ترامب وحول التصويت المبكر أظهرت أرقام نشرت خلال الساعات الماضية أن أكثر من 50 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا أو وسطة البريد هو رقم يناهز ثلثة إجمالية عدد الناخبين قبل أربع سنوات في انتخابات 2020 كشف تحقيق استقصائي أجره موقع يورنيوز الإخباري عن تدفق تمويلات أوروبية كبيرة إلى الساحة السياسية الأمريكية حيث وجهت الشركات الأوروبية مبلغا يقدر بـ 14.3 مليون دولار نحو الحملات الانتخابية الأمريكية خلال الدورة الحالية وأظهر التحليل الذي استند إلى بيانات مؤسسة أبن سيكريتس المتخصصة في تتابع التمويل السياسي أن هذه المساهمات تمت عبر قنوات غير مباشرة في النظام التمويل السياسي الأمريكي وتوزعت هذه الأموال بنسبة 56% لحملات الجمهوريين وأربعة وأربعين في المئة للديموقراطيين برنامج حافل في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الحسم في الخامس من نوفمبر ترامب وهاريس سيزوران خلال هذا البرنامج أحيانا ثلاثة ولايات أو أكثر في يوم واحد فقبل أسبوع من المواجهة حذرت المرشحة الديموقراطية لرئاسة الأمريكية كاميرا هاريس من سعي دونالد ترامب للحصول على سلطة مطلقة وذلك في خطاب حماسي ألقته في المكان الذي حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحامهم مقر الكونغس الأمريكي الكابيتول في السادس من يناير من عام 2021 هاريس خاطبت أنصارها قائلة إن ترامب ليس مرشحا كفءا للرئاسة وإنه يسعى لسلطة مطلقة وجاء اختيار هاريس لإلقاء كلمتها في الحديقة التي حشد فيها ترامب سابقا مؤيديه في محاولة مباشرة منها لتذكير الناخبين بالفوضى التي سببها أنصار ترامب حينما اقتحم الكابيتول لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن ترامب وهو أكبر مرشح رئاسي يخوض الاستحقاق حتى النهاية شارك في تجمع في مدينة إيلنتاون الصناعية في بنسلفانيا التي يرجح أن تكون الأكثر أهمية من بين الولاية السبع الحاسمة التي يتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات علما بأن المدينة تضم جالية كبيرة لأشخاص ينحدرون من بورتريكو التي نعتها أحد أبرز مؤيدي بألفاظ سيئة وحول التصويت المبكر أظهرت أرقام نشرت خلال الساعات الماضية أن أكثر من خمسين مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا أو بواسطة البريد وهو رقم يناهز سلسة إجمالية عدد الناخبين قبل أربع سنوات نظمت محافظة شمال سيناء احتفالا بذكرى مؤتمر الصمود والتحدي بقرية الجفكافة التابعة لمركز الحسنة بواسط سيناء وذلك بحضور محافظ شمال سيناء خالد مجاور وعدد كبير من أبناء المحافظة في مثل هذا اليوم من عام 1968 سجلت سيناء واحدة من أهم محطات صمودها في وجه الاحتلال الإسرائيلي عبر حدث تاريخي عرف بمؤتمر الصمود والتحدي أعلن خلاله أبناء قبائل سيناء أمام العالم رفضهم القاطع لتدويل سيناء واعتزازهم بانتمائهم لمصر ها هم يجتمعون مرة أخرى ليؤكدوا على أن سيناء أرضاً مصرية لا تقبلوا التدويل ذكرى جمعت أهالي ومشايخ قبائل سيناء تحدوا فيها سوياً ضد قوات الاحتلال إبان حرب الاستنزاف وقبل نصر أكتوبر المجيد واليوم يشاركهم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ليكرمهم ويكرم أبناءهم لو كلمنا عن التنمية بشكل علمي ألف به اقتصاد شبكة طرق والحمد لله دي موجودة ويمكن أنتم لمستوها في خلال تحركاتكم بالذات أننا في منطقة بعيدة عن مدينة العريش ثم منافذ متعددة احنا عندنا المنفذ البحري ميناء العريش عندنا المنفذ الجوي المطار الدولي الجديد وده مطار والميناء والمطار الحمد لله تم استخدامهم بشكل ممتاز في استقبال المساعدات لأي لنا في غزة ثم المنافذ البرية اللي بتتمثل في الأنفاق وإحنا كنا شايفين كلنا أن احنا معدية الأنطار النمرة 6 والطابورب 6-7 كيلو لقى دلوقتي 2-3 معطنين موجودين على المعبر والناس بتعدي في منتهى البساطة والسهولة بالإضافة لتبيعة وطبعاً الكلام ده كله وكتبنا عليه مقالات طيبة أن احنا ندخل شمال سيناء لأول مرة منذ 57 عام شارك في ذكرى السمود والتحدي كما يطلق عليها أهالي ومشايخ قبائل سيناء إما من حضر المؤتمر الأول في ستينيات القرن الماضي أو أبناء أبطال المجاهدين الذين شاركوا القوات المسلحة المصرية في نصر أكتوبر أو حتى الحرب ضد الإرهاب في السنوات الماضية ما عندناش تفريط في مصر وسيناء أرض مصرية وإحنا مصريين والاحتلال هذا بزول مهما كان قدر توقوط فيه أقوى مننا بعمر الله والحمد لله يعني رب نجاب النصر وانتصارنا ومأتمر سيناء أخذ وهم أخذوا قالم في مأتمر الحسنة يعني هم مفتكرين أن البدو بيع سينة أو تتواطى في سيناء ويفرع على التدويل والكلام ده لا هم رفضوه شكليا ومضاعي بمناسبة يوم الصمود في شمال سيناء وفي جمهورية مصر العربية كلها طبعا اليوم داعيت قوم إلى مصر كلها فده طبعا المناسبة ديت كانت بمناسبة صمود أهل سيناء ومشايخ سيناء في وجه الاحتلال الحمد لله نشكر الدولة ونقع على رأسهم الرئيس عبدالتاح السيسي وعلى سيادة المحافظة وعلى قيادة الجيش بتكريمهم للأبطال المجاهدين الذين رفضوا تدويل سيناء وهم أبناء مصر ومن داخل قلب مصر وسيناء مصرية والصدس سوف تبقى لأبد مصري إن شاء الله وستظل أرض الفيروس جزءا لا يتجزأ من أرض مصر برمالها وشعبها وجيشها وبمجهوداتهم وتكاتفهم سويا انتهت معركة التحرير وبدأت معركة التنمية التي طالت مدن المحافظة كافة يوم للصمود والتحدي عابر للأجيال فالحفاظ على الأرض لا يقتصر على الحرب فقط بل تكاتف أهالي شمال سيناء عملت على منع تدويل سيناء والذي كان يهدف إلى ضياع الأرض كريم بيبرس التلفزيون المصري استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وزير خارجية نيجر بكارياو سنجاري وذلك بمشيخة الأزهر الشريف لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي ودعوة الإسلامية بين الأزهر ونيجر ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف السلام والتسامح في الدولي الإفريقية وأكد فضيلة الإمام الأكبر لاعتزز بالروابط العلمية والثقافية والتاريخية مع دولة نيجر والتي لعب الطلاب الوافدون منها دورا محوريا في تعزيزها وتقدمها مشيرا إلى أن الأزهر يسعد باستقبال 320 طالبا وافدا من نيجر للدراسة في مختلف المرحل التعليمية ويخصص الأزهر 17 منحة دراسية سنويا لأبناء المسلمين في نيجر أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة يونساف الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية تشمل محاور المنهج الجديد الذي يتم العمل على بناء عدة موضوعات حيث من المتوقعي الانتهاء من هذه المناهج بنهاية شهر مارس 2025 وتتيح القرارات الوزارية للطفل الذي يدرس المناهج المعدلة التحويل لمدارس التعليم العام مستقبلا إذا ما سمحت قدراته بذلك شاركت وزيرة تضامن الاجتماعي مايا مرسي في فعاليات جلسة حوارية رفعة المستوى تحت عنوان تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقا من الأدلية العلمية وشركة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى السلفين للسنة الدولية للأسرى واستعرضت في كلمتها السياسات والتدابير التي تتخذها مصر في مجال تنمية البشرية وحماية الأسرى وأكدت مايا مرسي على ضرورة تحسين حماية الأسرى وأن تحسين منظومة الزواج يعد ركزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي سواء في مصر أو العالم العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل إجراء الانتخابات في الخامس من الشهر القادم أيام ستة تفصلنا عن هذه الانتخابات والتي تأتي في ظروف حرجة وفي ظروف مضطربة في بعض الأقالين وعلى رأسها أقليم الشرق الأوسط الانتخابات الأمريكية في وليات متأرجحة تلقي بظلالها في ظل ما تشهد هذه الانتخابات من تجاذب ومن صراع ومن تنافس بصورة أو بأخرى لاجتزاب بعض العناصر الأخرى واجتزاب بعض الأصوات الأخرى المتباخلة في هذه الانتخابات القضايا الرئيسية والقضايا الملحة والتي تطرح نفسها بصورة كبيرة على الساحة النقاشية في هذه الانتخابات هي قضية الضرائب قضية الإجهاض قضية المتنين قضية الهجرة غير الشرعية لكل حزب رأي وفكر في هذه القضايا الجوحرية لكن قضية العمال والقضية الهجرة غير الشرعية يتبناها الرئيس الأسبق ترامب أو الرئيس الصابق ترامب المرشح الحالي للرئاسة الفين أربعة وعشرين التجاذب ما زال مستمرا مشاهدين الكرام والتنافس ما زال أيضا مستمرا بين كلا الفريقين لكن من القلب نتحدث مرارا وتكرارا مع المحللين والخبراء الاستراتيجيين ونتحدث أيضا مع الجليات العربية والإسلامية والتي تدلي بدلويها وتؤكد على أهمية هذه الانتخابات وتؤكد أيضا على أهمية توحيد الجهود وأهمية توحيد الصف العربي من أجل قلق فرصة حقيقية لتطبيق القضايا وتطبيق أيضا ما يمكن أن يستجد من قضايا ومن مكاسب يمكن أن تحققها الجليات العربية والجليات الإسلامية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لو تحدثنا عن الجليات العربية والجليات الإسلامية هناك تصارع وهناك أيضا لقاءات مكثفة من قبل المرشحين للرئاسة الأمريكية من أجل اكتذاب هذه الفئة وهذه الشريحة الكبيرة والتي تقدر بالملايين من أصل من لهم حق الانتخاب في هذه الانتخابات والذي يقدر ب245 مليون ناخب أمريكي بدأ التصويت المبكر منذ أيام وهناك أيام قليلة تفصلنا عن إجراء هذه الانتخابات وللحديث أكثر بصورة أهمية في جوهر هذه العملية الانتخابية هناك الولايات المتأرجحة والتي يعني من الممكن أن تحسم هذه الانتخابات مثلما حسمتها في الانتخابات الماضية في الولايات وولايات بنسيلبانك هي تميتشجان وولايات وانك وبعض الولايات الأخرى والتي لها بعض طلقات فلها أي رأي كبير في هذه الانتخابات الرئاسية 2024 نعم أشكرك جزيل الشكر مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري إلى نيويورك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع ليلة عمر تفضلي ليلة شكرا ناريهان شكرا دينا وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أكد وزير الرئيهاني سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الأبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة والمساهمة في وضع الحلول اللازمة لإنهاء الأعطال الموجودة ببعض الأبار الجوفية وخلال اجتماع لمتابعة موقف عدد من الطلبات المقدمة من الأهاليب الوادي الجديد فيما يخص وجود أعطال في تشغيل بعض أبار المياه الجوفية بالمنطقة أكد سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للأبار الجوفية لضمان تطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها وشددا على قيم قطاع المياه الجوفية بتكثيف المرور الميداني لدراسة طلبات الأهالي وتحييق المراقبة والمتابعة المستمرة للخزان الجوفي أعقد وزير التموين شريف فاروق عدد من اللقاءات الثنائية على هامشي مشاركة في فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان وخلال لقاء مع رئيسي غرفة الصناعة وغرفة التجارة الأردنية أكد وزير التموين على إمكانية التعاون المشترك وبناء الشركات مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا من أجل تحسين مناخ الاستثمار خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بالمصر في قطع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع زيادة إمدادات مجموعة أوبيك بلاس من الخام وسط توقعات بانخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أما على صعيد التداولات وقد زادت العقود الآجلة لخام برينت وذلك بنسبة 41% إلى 68 دولار و 17 سنت للبرميل بينما صعد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 41% إلى 72 دولار و 15 سنت للبرميل وارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 41% من المئة في المئة لتصل إلى دولارين و 17 سنت للتر في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 72% من المئة في المئة لتسجل دولارين و 79 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم البورصات منطقة الخليج على تباين بينما تعثر المؤشر القطري قبيل إجراء استفتاء على تعديلات دستورية وقصر المؤشر السعودي 4 من 10% وارتفع مؤشر دبي 5 من 10% وفي أبوظبي صعد المؤشر 2 من 10% وهبط المؤشر القطري 1 و 2 من 10% بعد أن تكبدت أغلب الأسهم المدرجة فيه خسائر ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لرهام ودينا لاستكمال النشر إليكم شكرا لك ليلة عمر نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الراحل مصطفى فهمي الذي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما يذكر أن آخر أعمالي مصطفى فهمي فيلم السرب والذي عرض في دور العرض السينمائي المختلفة خلال الفترة الماضية كما قدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية يا سادزة أنتو كلكم معزومين يوم الخميس الجاي عندي على الغد مصطفى فهمي فنان من طراز نادر عشق السينما وفضل رغم وسامته التي تؤهله لأدوار البطولة أن يبدأ حياته الفنية بالتخصص في التصوير وهي الدراسة التي أتاحت له تميزا وتفردا حتى وقف بعد ذلك بالصدفة أمام معشوقته الكاميرا كأحد الأبطال رغم أن الساحة الفنية وقتها كانت تعق بعمالقة مثل نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز بل وعلى رأسهم أخوه الأكبر حسين فهمي ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس من عام 1942 لأسرة مصرية أرستقراطية وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم التصوير وبدأ حياته المهنية مساعدا للتصوير في فيلم أمير حبي أنا في عام 1974 ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا لتنطلق إطلالته ويقوم بدور البطولة في عدد من الأفلام منها أمر الزمان ولمن تشرق الشمس ونبتدي منين الحكاية ورغم أنه كان مقلا في ظهوره على الشاشة إلا أنه نجح في انتزاع النجومية ومحبة الجماهير ليس فقط عبر السينما وإنما عبر الدراما التلفزيونية ليتألق في أعمال خالدة كحياة الجهري وقصة الأمس تميز الفنان الراحل مصطفى فهمي بالانطلاق وحب الحياة وهو ما ظهر على شخصيته المرحة التي لا تعترف بحسابات السنين وإنما بالسعادة ليقدم نموذجا فريدا للإنسان البسيط المعتدل والشاب الرياضي الوسيم شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال السينمائية منها أيام في الحلال وآخر أعماله فيلمي السراب وأهل الكهف مسيرة حافلة وبصمات مميزة تركها مصطفى فهمي قبل أن توافيه المنية عن عمر ناهز 82 عاما تاركا خلفه تاريخا من العطاء الفني والإنساني الفريد والآن نتحول إلى هم أنباء الرياضة في نشرة التاسعة وعود دمراء أخرى إلى ليلة عمر إليك ليلة شكرا دينا ورهام وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميا مواعيد مبارتي منتخب مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية كأس الأمم الأفريقي عشرين خمسة وعشرين والتي ستقام في المغرب ومن المقرر أن تكون المواجهة الأولى أمام منتخب كافردي يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل في السادسة مساء على الملعب الوطني في كافردي أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم التاسع عشر من نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولية حقق فريق سموحة الفوز على ضيف حرس الحدود بنتيجة الثلاثة واحد في المباراة الافتتاحية للبطولة الدوري الممتاز بنسخته الجديدة بهذه نتيجة يحصد سموحة أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري بينما يبدأ حرس الحدود المسابقة بالهزيمة الأولى تمكن المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز على ضيف طلاء الجيش بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وتقام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي بشكل استثنائي حيث يقام من دور واحد على أن تتم إقامة الدور الثاني من مجموعتين للمنافسة على اللقب والهبوط ختام جولتنا الرياضية عودة مرة أخرى لرهام ودينا إليكم شكرا ليلا أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة سينتشو 19 حاملة على متنها سلسة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المدارية في مهمة تستمر ستة أشهر انطلقت المركبة من مركز جيتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين على متن صاروخ حامل من طرازة لونغ مارش تو أف وبعد نحو عشر دقائق من الإطلاق انفصلت سينتشو 19 بنجاح عن الصاروخ ودخلت المدارة المحدد مسبقا وأكدت تقارير أن رواد الفضاء في حالة جيدة ما يعد نجاحا تاما للإطلاق وقفة أخيرة مع أخبار التقص والأحوال الجوية نعود فيها مرة أخيرة إلى ليلة عمر فضل ليلة شكرا لكم ووقفة أخيرة مع أخبار تقص الغد يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس تقص ماء للحرارة على القهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بينما يسود ليلة تقص ماء للبرودة على الأنحاء كافة وفيما يالي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على معظم محافظات ومدن الجمهورية والبداية بالقهرة العظمى فيها 26 الصغرى 19 الإسكندرية 26-19 مطروح 23-18 بول سعيد 25-21 الإسماعيلية 28-16 أما في السويس 28-17 العريش 25-16 طابة 24-19 شرم الشيخ 29-21 والغردقة 28-20 الأقصر العظمى فيها 30 الصغرى 17 أسوان 30-18 الوادي الجديد 29-16 حلايب 27-22 وأخيراً شلاتين 29-20 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى ختام نشرة التاسع على شاشة التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس جيبوتي استمرر العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية رئيس الوزراء يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ومنظومة جديدة لتتبع أماكن تواجد الأدوية منعاً لأي ممارسات احتكارية في كلمته الأولى عقب انتخابه أميناً عمّاً لحزب الله نعيم قاسم يبدي استعداد الحزب لوقف إطلاق النار بشروط المناسبة وصلنا معكم إلى ختام نشرة التاسعة من التليفزيون المصرية نحية لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر